كتير جدا بنسمع كلمة نشويات صحية ونشويات ضر تعالوا في الفيديو بتاعنا بتاع النهاردة هنقول الفرقات بينهم بشكل مختصر علشان الناس بقى تحفظوا وتفهموا ولما شوف اي حاجة اعرف دي نشويات صحية ولا دي نشويات ضر وابعد عنها واتجنب كلمة نشويات اللي هي الكربوهايدريت واحيانا بنقول عليها الكرب اختصارا هو احد العناصر الاساسية المهمة في اكلنا عندنا حاجة اسمها المغذيات الكبرى بروتين دهون نشويات ولكن طبعا التلاتة يكونوا جايين من المصادر الصحية او مصادر طبعية فالنشويات في حد ذاتها هو عنصر مهم جدا للجسم ومنقدرش نبعده او نستبعده لفترات طويلة لانه فعلا مهم اه اقل منه ماشي ولكن مستبعدوش تماما لفترات طويلة لان النشويات الطبعية او الصحية مصدر مهم بحاجة من العناصر الاساسية فيها فيتامينات ومعادن وفوائد كتير النشويات هي المصدر الرئيسي للطاقة في الجسم او هو البنزين اللي بيحرق جسمينه علشان كده طالما انا بحط بنزين في العربية بتاعتي يبقى لازم اختار بنزين نضيف اختار بنزين جودته عالية هو ده بالضبط الفرق بين النشويات الصحية والنشويات المصنعة او النشويات الضرر النشويات قلنا ده البنزين اللي داخل جسمي يبقى انا اتخير بقى واختار بنزين جودته عالية او اكل جودته عالية علشان احافظ على المكنة بتاعتي ما تخربش النشويات الضرق هي النشويات المصنع سواء حاجة مصنعة تماما زي السكر او حاجة كانت طبعية ودخلت مصنع وبعدوا عنها الفوائد بتاعتها الامح مثلا على سبيل المثال فيه فرق بين الامح الكامل كحبات امح كاملة طبعية مخلوقة وفيه فرق مثلا بين الامح اللي دخل مكانا واستبعدنا منه كل الالياف والقشرة الخارجية بتاعته وبس بناخد الدقيق الابيض اللي كله اضراره مفوش اي فوائد فيه فرق بين البطاطس الطبعية وبين البطاطس اللي بتتقلي في الزيت فهو ده الفرق ده الفرق بين الطبيعي والصناعي الطبيعي ان انا اكله طبيعي زي ما ربنا خلقه كده بدون ما اعرضه المصنع او ادخله في اي عملية من عمليات التصنيع فاي حاجة دخل التصنيع فهي بالتالي اصبحت ضرة للأسف طبعا النشوات الضرة او النشوات المصنع فقيرة او معدومة القيمة الغذائية ومش بتقدم لك اي فايدة تماما خالية من الفيتامينات والمعادل رقم اتنين النشوات الضرة عالية جدا في الصعرات الحرارية بتاعتها رقم تلاتة طبعا لان نتيجة ان احنا ابعدنا عنها الالياف وكل الحاجات الطبيعية اللي معاها فبقت سريعة جدا في الهضم وفي الانتصاص بتدخل مجرى الدم بسرعة او لما تاكلها تمتص بسرعة تدخل مجرى الدم بسرعة بترفع لك مستوى السكر بسرعة وبالتالي بترفع مستوى الانسولين بسرعة والقصة دي بقى اضرارها كتير جدا وكلنا فهمناها وعارفينها دلوقتي نتيجة كده طبعا هتضطر انك هتجوع بعد شوية مثلا لما السكر عندك رفع بسرعة والانسولين رفع بسرعة هيهبطه تاني بسرعة فهتحتاج طاقة او بنزين تاني فهتحتاج تاكل تاني فهتلاقي نفسك في دائرة مفرغة طوله اليوم بتاكل من الحاجات دي ومش بتشبع وبالتالي بتاكل كميات اكل كبيرة جدا وبالتالي سكر كتير ونشويات كتيرة متخزنة في جسمك انت اصلا مش عايزها ولكن احساس الجوع مسيطر عليك ومش قادر بتتحكم في شهيتك والنتيجة ان الحاجات الفائدة على حاجة الجسم دي الجسم بيروح يخزن على هيئ الدهون وبدأ بقى زيادة الوزن والسمنة والمشاكل الصحية الخطيرة بتاعتها وكلها جاية منين وبدايتها منين ومنشأها منين من حكاية النشويات المصنعة دي لانها بيدخلك في دائرة مفرغة من الجوع فهي سبب مرض السكر ومقومة الانسولين والدهون السلسية والكولسترول الضار ايه بقى القائمة بتاع النشويات المصنعة على سبيل المثال الامح طبعا وكل المنتجات بتاعته وليه بقى قولي الامح وكل المنتجات بتاعته على وجه الخصوص لانه هو اللي داخل في اغلب اكلنا هو اللي داخل في اغلب عمليات التصنيع هتلاقي خبز هتلاقي كروسون هتلاقي معجنات هتلاقي بسكوت كل حاجة في حياتنا تقريبا هتلاقي فيها داخل الدقيق الابيض السكر طبعا وكل قائمة الحلويات المشروبات العسائر المصنعة فباختصار كل ما دخل مصنع ولمسيته يد الانسان وعبثت به فاصبح نشويات ضر نيجي بقى للنشويات الصحية النشويات الطبيعية اللي لازم نحافظ ان احنا ندخلها لجسمنا بقدر معقول بدون افراط لان النشويات حاجة مهمة جدا ولكن احنا محتاجين قدر بسيط منها يدينا الطاقة او البنزين اللي هماشينا اول حاجة طبعا بتكون عالية جدا في القيمة الغذائية فيها فيتامينات وفيها معادن وفيها فوايد كتيرة جدا تاني حاجة غالبا معظمها بيكون قليل جدا في السعرات الحرارية مقارنة بالنشويات المصنعة وان كان حتى في بعض الانواع منها عالي في السعرات الحرارية ولكن انت مش بتقدر تتجاوز في الاكل منه يعني ايه ديك المسال مثل الشفان الميت جرام شفان فيه من نسبة نشويات عالية لو انت نظرت لهم ميت جرام شفان ولكن انت اساسا صعب جدا تاكل من الشفان غير معلقتين غير ثلاث معالق غير اربع معالق مقارنة مثلا بالخبز بالدقيق بالكرواصون بالحلويات بتاع الحاجات دي سهلة في الاكل في متناول ايدك طول اليوم هتقدر تاكل منها كميات اكل كبيرة ومش هتشبع لكن النشويات الصحية حتى الانواع اللي منها عالية في السعرات او عالية في كمية النشويات بتاعتها انت مش بتقدر تتجاوز في الكميات بتاعتها لان فيها نسبة الياف فبتشبعك لفترة طويلة مش بترفع سكر الدم بسرعة بطيقة في الهضم وبطيقة في الامتصاص فهتحفظ لك على مستوى السكر عندك والانسولين مستقر في الدم طول اليوم طبعا بتقدم فواد للجسم فيتامينات معادن الياف مضادات اكسادة النشوات الطبيعية دي بقى هتلاقيها فين موجودة في كل اشكال وانواع الخضرات موجودة في الفواكد موجودة في العسل موجودة في الطمر موجودة في الشفان في البطاطا في البطاطس في البقليات مصادر كتيرة جدا من الاكل اللي احنا بنكله فيه نسبة نشويات ونشويات صحية ومعاها فواد كتيرة جدا القاعدة المهمة اللي لازم كلنا نحافظ عليها هدخل جسمي بنزين نضيف بقدر معتدل يعني ايه؟ هدخل جسمي نشويات صحية ولكن بقدر معتدل بدون افراط